نبتزي مع حضرتك بهيه المهم على طول أو عايزين نتكلم بصراحة و بوضوح للناس على قد ما نقدر هل في فعلا مجلس إدارة للعالم؟ هل العالم بيتم إدارته دلوقتي من مجلس معين أو في خطط معينة بتكون موجودة من المجلس ده؟ معه ولا ضد؟ شايف من ده بيحصل ولا لا؟ بتسألين ده ضمن اهتماماتي الكبيرة قوي اللي بقالي أكتر من سنة أو سنة من نص يعني متصدرها بالقراءة الجيدة لأن أنا متابع ده من أيام تمانينات يعني بداية التمانينات العالم هيقدم خلاص قرب للخطوة قبل الأخيرة لتنفيذ مخطط أنا عارف إن بعض المثقفين ما بيحبوش مسألة المؤامرة و ده جزء مقصود في العالم كله إنك ترفضي فكرة المؤامرة إنما الحقيقة المؤامرة يعني إيه يعني أبص على حاجات بتحصل أو أحداث بتحصل تتربط بهذا المخطط فلو في خطوة واحدة تقدمت أو حصلت يبقى لازم تقولي أنا منتظرة الباقي بقى إنه يتحقق يعني فكرة الحكومة العالمية حكومة العالمية يمكن أنا اتكلمت عنها حتى في مسلسل فارس بلجواد الألفنات أو الألفناتية ألفنات 2002 و ده أفكار ماسونية سهيونية منذ قديم الأزل من قرن السبعتاشر وهي موجودة أو بداية قرن السبعتاشر والحقيقة كان بيشبها الغموض مش الوضوح و حتى ما تنظريش تعرفي أهدافها ولكنها هي دايما تنشر الخير وتنشر المساواة والعدالة وأفكار اللي هي إيه الواحد بيستحب بها يعني و بيحب نسمعها الحكومة العالمية دي عشان تحصل دي موجودة في البروتوكولات في البروتوكول 22 يعني يفضل خلاص بروتوكولين متنفس طيب عشان تحصل حكومة عالمية تقود العالم لازم يسبقها خطوطين خطوة إحنا نعرفها من فترة طويلة جداً اللي هو المليار الزهبي اللي هي ألواح جورجيا واللي بتسابق من قلم التاريخ مكتوبة بتامن لغات فيهم اللغة العربية والعبرية والمثلث بتاع الأحجار دي هي فوق بالفرعونية الهيروغلوفية المصرية وفيها عشر وصايا منها استبقاء نصف مليار نسمة فقط والباقي يباد يعدم فقلنا لا دا المليار الزهبي بعد كده اتطوره بقى مليار الزهبي مليار الزهبي دا انت عندك في العالم كله تمانية مليار نسمة الكرة الأرضية تتسع لأضعاف أضعاف هذا الرقم إنما هم عايزين يبيدوا سبعة مليار ويتبقى المليار اللي هتبقى فيه الحكومة العالمية اللي تحكم العالم علشان يحصل المليار الزهبي دا فيه خطوات كتيرة احنا بنشوفها بتتحقق ليه عايزين المليار الزهبي ليه مليار ليه عايزين يقضوا على السبع المليار الثانيين ليه لا ما هو مش ليه يعني هم الأول كانت تفكيرهم نص مليار هم رفعوه وكانت ترخرهم لمليار على فكرة دي مشاركة جماعية ضد الإنسانية مفيش دولة ممكن تخرجيها من هذا السباق أو هذا السياق لا دا خريطة عن كبوتية اللي اليوم مصالح مال الغريب اللي انا كنت عايز اتكلم فيه بقى اللي اليوم مصالح مليار مليار في هذا العالم هم اللي بيحكموا المال والإعلام والاقتصاد عموماً وكل التكتيكات السياسية بين الدول وبصراعاتها طب دولوا السبع مليار راحوا ده انتوا رزقوكوا قايم على السبع مليار يعني انتوا بتستغلوا وتستغبوا وتستغفلوا السبع مليار وبتعملوا المليارات الفضيعة دي طيب فعلشان يحصل ده الهدف منه علشان يحصل حكاية المليار الزهبي ده علشان خلاص العالم ده يعيش بمليار أحسن ما يعيش بتمانية مليار علشان يحصل ده الإبادة وهو ده لي سكة طرق حصل منها حاجات بالفعل موجودة مش ظهر وموجودة في كتب زي ايه زي الحرب البيولوجية مثلاً اه انا حقولك بس عشان ارتب حواري الجزء التاني علشان الحكومة العالمية دي تحصل لابد من إلغاء الأديان طبعاً ده مش صعب ما يبقاش في دين فالسنة اللي فاتت يعني من ستة شهر ولا تمنة شهر خارجت علينا أمريكا وإسرائيل تنادي العالم كله ان احنا نقف عند الديانة الإبراهيمية الإبراهيمي نقف عند إبراهيم ده كلنا معترفين به نسبنا بقى لنا نتحدث عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم على إسراطه وسلم ولا المسيح ولا موسى ولا عيسى وهم قالوا ده قالك شوفوا احنا هوا بنقول ولا موسى ولا أي نبي ونقف عند هو ده بداية أو الخطوة القبل الأخيرة لإنشاء الحكومة العالمية شكرا